ممكن يكون بيمثل نقطة فارقة هو بيان اتحاد كورت اليد المصري والحقيقة أنا كان نفسي جدا 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 أننا أتكلم في الموضوع ده من يومين ثلاثة فاتوا لكن الحقيقة في حاجات كتيرة جدا تمنعني أولها احترامي للشاشة أو للقواعد اللي قصدتها قناة النادي الأهلي وشاشة اللي أنا بنتمي له لكن لما يبقى متعلق الأمة باتحاد كورت اليد المصري أعتقد أننا من حق جدا أتكلم وخليني أعرى لحضراتكم البيان قبل ما تسمعوا التعليق بيان اتحاد المصري الكورت اليد فوجئ الشعب المصري العظيم بقيادة وحكومة ومؤسسات بصورة صادرة عن نادي يمثل أحد المؤسسات الرياضية المصرية العريقة ومنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي وضعها رئيس نادي الزمالك على مجموعة من الحمامات كتب عليها مجمع توليتات حسن مصطفى وذلك ليراها العالم أجمع الدكتور حسن مصطفى رئيس اتحاد الدولي لكورت اليد لأربع دورات متتالية والرئيس الشرفي لاتحاد المصري لكورة اليد مدى الحياة هذا الرجل الذي يمثل رمزا من الرموز المصرية الذي يفتخر به كل مصري ويشرفه في كافة المحافل الدولية ويرفع اسم مصرنا العزيزة عاليا أمام العالم الرجل الذي يستقبل في كافة دول العالم استقبالا رسميا كرئيس الاتحاد الدولي لكورة اليد بحفاوة وترحاب واحترام وتقدير والذي كرمته القيادة السياسية وأطلقت اسمه على أحدث مجمع صلاة رياضية بمدينة 6 أكتوبر بينما يتم السخرية من تكريم الدولة من رئيس نادي الزمالك هل وصل بين التدني الأخلاقي إلى هذا الحد الذي هو إهانة لبلدنا الغالي أخيرا فإن الاتحاد المصري لكورة اليد يهيب بقيادة الدولة ومؤسستها الوقوف بحسم وحزم أمام هذه الممارسات التي تهين الدولة ورموزها أمام العالم الذي يقدرنا ويحترمنا ويعتز بمصرنا الحبيب وينوه إلى أنه لن يسكت أو يتغاضى عن هذه الإهانة التي طلته بشكل خاص ويتوجه ببلاغ إلى السيد الأستاذ المستشار النائب العام ضد رئيس نادي الزمالك لما بدر منه من إهانة لرمز من رموز الدولة والعالم وذات البلاغ موجه إلى رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء ووزير الشباب والرياضة ومجلس النواب واللجنة الأولمبية المصرية باعتبار أن هذه المؤسسات المنود بها الدفاع عن الدولة المصرية آملين في اتخاذها ما تراه مناسبا في هذا الشأن ما أصبنا وأصاب الشعب المصري والعالم من إهانة سخيفة متعمدة ضد رمز من رموزنا الاتحاد المصري لكرة اليد والحقيقة يمكن البيان ده والوقعة دي على وجه التحديد لا تخص الإساءة فقط لإسم كبير جدا ورمز من رموز الرياضة المصرية والعالمية وهو طبعا اسم الكابتن الكبير ورئيس الاتحاد الدولي ورئيس شرفي اتحاد الكرة اليد المصري حسن مصطفى لكنها الحقيقة وكأنها الحقيقة منهج عمل وكأنها بقت قاعدة مش استثناء النهاردة الحقيقة بقى يعني بينظر للتدني الأخلاق ولصلاة اللسان أو بزاقة الكلام على أنه الطريقة الأمثل لأنك أنت تحصل بيها على حقك أو أنك أنت تحصل بيها على غير حقك كمان هل أصبح الأمر أو أصبح القاعدة في مصر هي البلطاجة والتطاول والإهانة والإساءة للرموز والكينات والأسماء والشخصيات محترمة جدا إيه هو الطريق اللي إحنا يجب أن إحنا نحترمه إيه هي الطريقة الأمثل أنك أنت تتطاول بيها على رموز كبيرة جدا وكينات كبيرة جدا مين المستفيد من ده في النهاية إيه هو المنهج اللي إحنا بنرسيه هل الأفضل والطريقة الأمثل أنك أنت تكون محترم في تصرفاتك وفي كلامك ولا الأفضل أنك أنت تكون بتتطاول على كل من هب ودب التسريبات الأخيرة الحقيقة مش بمنق عندها التسريبات اللي بتصدر الحقيقة يوم بعد تاني بعد يوم وكل يوم الحقيقة بتحمل جانب جديد من الإساءة للشخصيات في الدولة أصبحت الحقيقة ترندة على كل مستويات والأهم أنه عدم وضع حد لهذه التجاوزات بيشجع الغير على أنه يرتكب مزيد من التجاوزات وبيرسي قاعدة أنه التطاول حق أصيل لكل فرد في المجتمع المصري فبالتالي أتمنى الحقيقة أنه يكون فيه وقفة مش بس في وقعة الإساءة لكابتن حسن مصطفى لكن فيه المنهج وفي الأسلوب والطريقة اللي بقت الحقيقة يعني منتشرة على مواقع التواصل في كل مناحي الحقيقة ليس فقط في الرياض على كل أحوال كلامنا عن الأهلي في حلقة النهاردة واستعداداته للمطشاته اللي جاية متواصل هنتابع مع حضراتكم لحظة بلحظة عندنا المطش مهم جدا ومستجدات المنتخب لأنه حقيقة مطسي إسيوبيا دخلوا المنتخب أو هيدخلوا المنتخب مصر بعدد المطبات أبرزها طبعا وأماها وغياب محمد صلاح اللي لنا واقفة الحقيقة مع غيابه ومع سفره للأمارات بس اسمحوا لنا قبل ما ندخل في تفاصيل حلقتنا هنروح للفاصل ونرجع لحضراتكم على طول موسيقى